يواصل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الباراليمبية كريم عبدالتواب تألقه حيث يتحدى الإعاقة ويتوج بالعديد من الميداليات في البطولات المختلفة التي يشارك بها وسيمثل عبدالتواب ابن محافظة بني سويف منتخب مصر في دورة الألعاب الباراليمبية 2024 والمقارر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس متحدياً إعاقته ومتغلباً على الصعاب فاز كريم عبدالتواب بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق مائة متر عدو فئة إعاقة ببطولة فزاعة دولية الرابعة عشر لألعاب القوى الباراليمبية والتي استضافتها دولة الإمارات خلال الفترة من الثالث والعشرين من فبراير الماضي حتى الأول من مارس الجاري عبدالتواب ابن محافظة بني سويف اتوج بالميدالية الذهبية في البطولة التي شارك فيها 800 لعب من 66 دولة الحمد لله شاركت في العديد من البطولات الدولية وحصلت على العديد من المحافل الدولية أنا أول بطولة لها بحاجة بطولة فزاعة الدولية حصلت فيها فضية وبرونزية ثاني بطولة لها بطولة العالمين نشئين لكمها في السواسرة حصلت فيها على الميدالية البرونزية في سباق الربعمائة متر ثالث بطولة هي بطولة العالم الدرجة الأولى حصلت فيها على فضية 400 متر ثاني بطولة هي بطولة المغرب الحمد لله شاركت فيها في المئة والمئتين عملت فضيتين ثالث بطولة بطولة فزاعة الدولية اللي لسه مقامة من خلال خمس أيام الحمد لله حصلت على المدالية الزهبية في 700 متر وقت مصنف ثالث عالم والحمد لله يعني دعم الدولة لنا دعم كويس جدا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيدعمنا دعم كويس جدا وهذه المرة ليست الأولى التي يتوج فيها عبدالتواب بميداليات حيث سبق له الحصول على ميداليتين فضيتين في دولة المغرب قبل شهر كما يحتل المركز الثالث على مستوى العالم في الترتيب العام لألعاب القوى الباراليمبية وسيمثل عبدالتواب منتخب مصر في دورة الألعاب الباراليمبية لعام 2024 المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس وقد شاركت بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى الباراليمبية في بطولة فزاعة دولية ببعثة تضم تسعة لعابين يشاركون في 21 مسابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر